احنا متواجدين في منطقة تيجمة اللي تقع بين مطماطة الجديدة ومطماطة القديمة طبعا المنطقة دي تتميز بالبناءات متاعها اللي موجودة تحت الأرض احنا حاليا في دار سعاد مرحبا بيك بيك واكثر ومرحبا بيكم وبوجودكم وفي أي وقت رحبوا بيكم مرحبا بيكم في دار سعاد تيجمة مطماطة القديمة وبين مطماطة الجديدة وهذه مسكن حفري هذا بتاعتق دار الجدود لويلة حفرينهم بيديهم ويأكل ساكنين عائلات كانوا قبل وكله جاهنية وحفرهم بالنسبة للدار هذه كانوا يسكنوا فيها البوذراري والعائلات فيها أكلية لكله يعني أكلية هنية نسكنوا حني بقينا العائلة البعد جدود لويلة بقيت نسكن فيها وكلية منها نسترزق منها شنية المميزات الدار هذه بين الديار الأخرين نحكي ومعنتها الديار البني متعتوى مثلا هذي شنية الخصوصية تمتعتها هذه أول شي فيها ريحت جدود وثاني شي هذه أثرية من قبل حفرينها جدود بين البني بين السيماني والحجر والكل هذه حفر تقليدي هذا الحفر الأصلي بالتراب في الشتاء دافية وفي السخانة باردة يعني مقرب بيكا يعني مثلا احنا توفي فصل الشتاء ودجاه هنا نصوره في بيت من البيوت الحقيقة معنتها سخونة 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 بشكل واليوم الطقس بارد على الأخر البرة إذن في الصيف يولي العكس باردة باردة رغم أنه ومعنتها ما تحتاجوش للمكيف لحد شيء وفي الشتاء كيف كيف مثلا ما شاءالات متاع التسخين هذي كل فغينا نعم في الشتاء ما نستحقوش حتى شيء مكيف ولا حاجة من كل ربي كتقليدي عرفت أكل في الشتاء دافية وفي الصيف باردة كما أنت في الدار البنيتة عملي مكيف ظل برود وعن هي أبرد كيتصب بالمطر؟ كيتصب بالمطر معتها ما يتأثرش البني هذي بالمطر يبقى كيما هو؟ كيتصب بالمطر بالحيوت كيكا بالواحد المطر يتيح منه شوية وما تشمي ريحة طربة غير طبيعية ريحة طربة يعني طبيعية أخرى تذكرك في ريحة الجديد طبعي تذكرك في ريحة الجديد تذكرك في ريحة الجدود لويلة الزمنين يعني هذه قاعدين ريحة نشموا عليها في ريحة الجدود لويلة قلت أنه الدار هذه هي معروفة بدار سعاد علش دار سعاد شنو والمعانتها علش يتسمي هذه بالذات؟ هي أصلها دار الجدود أما الأهلية يعطوها لي كيما نخدم فيها عملت لها شهرة كيب دار سعاد منها نسترزق منها ومنها قاعدة محافظة على التوراث لوليني باش مايريحش نصنع حاجات تقليدية منسج حالفة أي حاجة تقليدي اللي نلقيها نصنعها هون سانعة منهم برشة حاجات البراء ومنها نعمل كما يجوني الضيوف نستقبلهم نحط لهم خبز طابونة زيت زيتونة أعسل وطيب الحشويش أخضر يعني كل شي عربي كل شي عربي واللي حب مثلا نفطير هكا عربي جايب عائلته باش حب فطور عربي يتفذ مثلا بحذاء أخته يكلمني يقول يراني نحب فطير عربي طيب الله كان في طابونة كانوا مثلا حاجة تقليدية عربي نحذر هالا بفرشكة معنا سخونة حاضرة من الطنجرة للتاولة كل شي تقليدي حتى من لبسة عربي وكل اللي تحبي عليه تلقيه تقليدي واللي يحب حواجة مثلا هكا يشريها هونو كله تقليدي ما عنديش مثلا الحاجات السوري كله تقليدي بيه السياح خلينا نحكو على الناس اللي تزور في المكان هذي يكسوا معنطها من مناطق داخل تونس وإلا خارج تونس ثم أقبال كبير جي برشا سويا والله كل موسمه كيفيه السوياح يجو من كل بلاسة يعني بره تونس وداخل تونس أما حتى حنيت وانسة ماشاء الله خيرات في السياحة يجو المطماطة ماشاء الله ويجو اللي هني برشا لي ويجي جي لأخته وإلا جي لأختها يعني جاي لداره جاي لداره وريتي أنت جي ماشي لدار أختك ماشي تلقي راحتك الكيفية يجو يرتاح وكان مسواح ولا يعني تونس يعني من خير حد على حد كل كيف كيف مدام جيني ومرحب بي وجاي ويطل علي راه يسمى أخت جاي مش كما نعرف طوى أحنا في ألفين ندخلنا ألفين واربع عشر والحياة وماشية وتتطور وكما شوفنا معناتها ثم تكنولوجيا أنت العالم هذية مقطوعة عليها العالم تاع التكنولوجيا تعيش حياة بسيطة بدائية تقليدية حياة بسيطة ريتي حياة بسيطة وفرحة بها يعني مش شكلي مقلقتني ولا حاج مرتاحة مرتاحة يعني المهمرة الصحة لاباس والولدين لاباس وبدني لاباس الحمد لله كل واحد يأكل قسمة والماكلة كل طبعا صحية طبيعية كل شي طبيعية ناكلوا بالطبيخة ناكلوا بالخضرة ناكلوا بالحم ناكلوا بالجيج يعني كل وقته كان نهار ونهارا ثم عولة متع بارشة حاجات معناتها كيما قبل خاطر قبل خاطر نحكيو على عولة خاطر تم الحرب يستعملوا بارشة ديما نلقوا مثلا دار خاصة بيت العولة بيت المونة أنتي ما زلت محافظة على هذية ثم قبل هذكا كان الخير يسر كان الخير يسر مثلا الناس قبل كانوا يعولو لك التمر يعولو لك الشريح يعولو لك الزيتون يعولو لك كل شي يخبوه هذي كدار لخزي أما توه الدنيا شيحة حتى المتر ما تمش يعني ما عاش تمال بيت مونة بيت عولة ما عاش تمال حكاية نقول عني كذب عليك ما تمش يعني نقصد على خيرات اقبل خيرات اقبل حتى تمشي للسجرة ما شاء الله المرأة تهز القفة تجيبها مليانة من السجرة خطر السجرة رويانة تولد الثري كان يلوزة كان يزيتونة كان يكرمة كان ينخلة كان يدوى تخز ردية للسجرة أخرجي لبرة السجرة ميد نيقص ما فهماش ضو طبعا في الدار هذي ما فيهاش ضو اي دونك لا تلفزي لفريجي دير لا تلفزي لفريجي دير لرديون عندي كان التاليفوني هزي لليدي صار جي في القهوة ويجيب اي التلفزي لهنين ما انت يطلبك حد يتحصل عليك نجيم يتحصل عليك الوسطية يتحصل عليها ما في البيوت لا الريزو يقص اخبار الدنيا واخبار كيفاش تباحها مثلا اخبار تونس اخبار العالم اخبار الكل اخبار تونس واخبار العالم يجوكي هكا بحذية نحط لهم السينية نقدس معاهم والكل هاني هم يقولولي يعني هم جايين قاعدة عربي نبقو هنا كما اخت جاي لاختها يبدو يحكولي يبدو وكل حاجة يبدو يقولولي ايكا وايكا بارتي هنس معاهم اللعبين ما تحس شروعك مثلا بعيد على عالم اخر معنا انت همون زاوية وإلا بالعكس تواكب في الحياة اما بطريقة كما قلنا تقليدية وطبيعية كل شي طبيعي يعني يا كلي متقلمة مع الحياة بالطبيعة يعني نمشي حسب الميزانية حسب الحياة حسب الحياة متاعي خاطر ما نفوتش أزيد اللي نفي يعني نمشي درجة درجة مازلنا النجم ونحكيه على الرحات خاصة في 2024 والمرأة التونسية تعمل في الرحي معنات الرحي التقليدي هذي كما زالت عندي المرأة موجودة مثلا كما زالت شعير موجود بزايد ولا قمح موجود بزايد الرحي يجبها الدور وتعمل منها الشربة وتعمل منها البسيسة وتعمل منها الكوسكس كل شي دياري يعني كل شي دياري المهم كيتوفر مثلا زالت عندك متوفر الشعير ومتوفر كل شي يجبك أنت تعمل الرحاة كيفاش تعدي نهارك من اتفيق الصباح لنوصل الليل نعدي نهاري نوضى صباح نوكنس ننظف كل شي نمشي نطيب الخبز نطيب التيل أخضر بعد ما نفطر ونحضر كل شي يعني للاستقبال متاع السوح نتعد نهار هكيا كمان نحضر كل مرة يجي بحذية حد مرات يجوه جانب مرات يجوه توانسة مرات كل مرة وكيفا يجون تحس بالوحدة ولا ما تحتش ولا كما فما ونس فما حركية ونس نهار مثلا تلقي ما شاء الله بحذية ونهار تلقي طويل ولا وإلا يتعدى خاصة نتوان نحكيه على سرعة الوقت اللي تتشكى منه الناس وكون ليه كل حكم ما عنديش خدمة كيهيك كما تصر مجاني حد نمشي نعمل حوجاتها التقليدي اللي هي بيهم روحي المهم نخدم كما نقول وباش نفكر كما نخدم باش على ساس كل حاجة ديك باش كنحط نبيحة اومي محبوبة من وقت تسكن في الحوش الحفري هذا الحوش الحفري هذا مثلا اثاري قديم متع الجدود ونحن فرحانين مصرورين بان عدنا اثار جدود وقعدين نحيوا في اثار جدود وريحة جدود وهم ما يبدوا به يبدوا بالمهريس يحفروا لول بالمهريس لول وبعد يبدوا يمشوا مع الممشا احنا نتوى حاليا قاعدين في المهريس هذا نحن حال نقاعدين في المهريس ونحن متشرفين بكم ومرحبا بكم ودار داركم لممكم لاختوختكم ونحن وجه البلاد متاع مطمطة متاع السياحة إن شاء الله نكونوا في المستوى ونقدموا ونقدموا كان حاجة تعجب تونس وترفع من المستوى تونس البنية هذية يبدوا بالمهريس هذية ومن بعد يبدوا بالمهريس وبعد يحفروا على طول يحفروا ويمشوا لان يمعليوا بيب وبعد بيب يحفروا بالبيت 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 لان يكملوا البيوت كل ويولي سكنة اثرية متاع حفر ومثال ان المعيشة بالرحاء نحصدو الجمح وندقوه ونرحوه ونطيبوه كسكسي خبز بسيسة حاجة اثرية المزيد الشعير كيف كيف شربها خبز كل شيء كل طبع عندهم فوائد صحية زادة صحية او حاجة صحية العلوس صحي الجياج عربي صحي كل شيء صحي وزيت زيتونة حاجات اثرية مثلا كرموسة شريحة موالحة كل حاجة عدنا مثلا موجودة نمع لولفرماس نمع لحواج عربي لكن توا شاي حالدنيا مثلا ماشي توا كنا كل شيء ملحنوت قدش عمرك؟ نايا دورت سبع وسبعي بارك الله وربي طول في عمرك بيه يعني مل صغيرة وانت تربيت في الحوش هذاي كبرت فيه يا ربي ورزاك ونستحمده ربي وراضين بكل شيء ونستحمدوه والحمد الله يا رب ورزاك مستحمدين الله الحمد الله وهي الام الحنينة هي تونس يعجل ديما تونس راية البلاد كل راية مهما بلين والحمد لله الحمد لله فيما حاجات تخرى قاعدين نشوفوا خاطر وراك فيما حاجات تقليدية اي هذيك مورد رزق حتى هي؟ اي هي مورد رزق وانا عندي بطاقة فيها مهنة اثمنتاشن حرف اللي هومة اللي هي من مثلا ما ضيعتها مش عندي متى هذيه 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 حلفاء ههي هه هه هذيه دبوزة ههي هذيه هاوين هذيك كيف 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 هذيك شكاير هذيك كله معنى تقليدي هذا وفيه هصدائي هاو الدخي هما طبعاً يجوا سياحي عجبوا بهم يشرون ثم إقبال شوي ولا يسر الحمد لله كل حد يأكل قسمه والحمد لله يا رب ورزاك فرحانة بالحياة هذه بالعيشة الحمد لله يا رب ورزاك نستحمده الحمد لله حاجة طبيعية ونعيشه في الطبيعة والحمد لله الحمد لله يا رب